اشتركوا في القناة المحتجزين ورفض التهجير القسري للسكان ومطالبة جميع اطراف النزاع بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الانساني دعية الى الاسراع في تنفيذ هذا القرار لانهاء العنف وتخفيف المعاناة الانسانية واعتبرت توزارة الخارجية ان قرار مجلس الامن الدولي بشأن غزة يمثل خطوة اولى هامة على طريق اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الوقف الدائم لاطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين والاعيان المدنية وخاصة المستشفيات والمدارس والاحياء السكنية واعادة اعمار ما دمرته الحرب وتهيئة الاجواء الامنة لاحياء عملية السلام وتلبية حق الشعب الفلسطيني الشقيق في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية بما يعزز الامن والسلم السلام العادل والشامل في المنطقة واشدت وزارة الخارجية بالدور البارز الذي قامت به البعثة الدائمة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لدى الامم المتحدة بصفتها العضو العربي في مجلس الامن لهذه الدورة بشكل وثيق ومتواصل مع البعثة الدائمة لمالطا لدى الامم المتحدة القائمة بصياغة هذا القرار الذي اعتمده المجلس لأول مرة منذ بداية الحرب في قطاع غزة